في الثالث عشر من ديسمبر شن التحالف العربي ست غارات على معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء ليكشف فيما بعد ان الميليشيا كانت تتخذ من المعسكر معتقلا لمختط فيها من المدنيين الحصيلة الاولى للحادثة كانت تسعة وثلاثين قتيلا بحسب وكالة رويترز للانباء اما الجرحى فكانوا بالعشرات ومثلهم المفقودون تحت الانقاض وبمرور الوقت بدأت الحصيلة ترتفع واتسع هول المأساة فمعظم القتلى من المدنيين المختطفين لدى الميليشيا الذين تم وضعهم دروعا بشرية في مواقع مستهدفة بعد الحادثة بدأت الاتهامات تخرج للعلن حيث صرحت الميليشيا ان الصليب الاحمر الدولي كان على علم بالمعتقل وانه ابلغ التحالف العربية بوجود معتقلين في المكان المستهدف اما التحالف العربي فلم يعلق على الحادثة حتى الان امهات المختطفين اصدرت بيانا اكدت فيه ان اعداد من كانوا في المعتقل لحظة القصف يقارب المئتي مختطف وانه فقد العشرات منهم تحت الانقاض معربة عن ادانتها واستنكارها لهذه الحادثة التي تعد انتهاكا لكل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين والمختطفين ولكن ماذا عساها ان تفعل الادانة فالواقع ان المختطفين اليمنين وهم بالالاف واقعون بين مطرقة الميليشيا وسندان التحالف العربي الكل يقتل فيهم وبلا هوادة فمن لم يموت تحت صياط التعذيب يستلقفه الموت بغارة طائشة وغير مبررة اشتركوا في القناة